السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقدم منتخب اليمن بتمن اهداف اجمل من بعض على منتخب اه طوبان ان شاء الله باذن الله نبرك لهم بوصولهم لبطولة اسيا وهم ان شاء الله باذن الله انا واصق في المنتخب ده او الجيل ده ان يوصل كمان في بطولة اسيا لمراحل بعيدة وليه لأ ما نشوفوش في التتويج وبطل يستاهل ويستحق جيل عظيم اه شفناه في اه بطولة كأس العرب في الجزائر تحت 17 سنة من اسابيع قليلة كان من من اه الفرس او الحصان الاسود للبطولة وعمل مباراة رائعة مش مطش واحد بس عمل جميع مباراة حلوة لكن في الاخر الابل النهائي اه تصدم بالمغرب تقريبا وما كانش لي عنده حظ ان هو اه يكسب كان هيوصل للنهائي لكن هو منتخب رائع تحليل الاهداف انا اتكلمت على الاهداف التمانية في آآ قناتكم آآ من الاخر مع آآ مصطفى صادق القناة الجديدة روحوا لها وتفرجوا على آآ تقييم الاهداف كلها وان شاء الله هنتابع المباراة القادمة وانحلل المسشات كلها ومليون مبروك ايا كان بقى منتخب مثلا اليمن بيلعب النهاردة طبا وكسب تمانية يقولك ده منتخب ضعيف انا ما يهمنيش اليمن بيلعب انا يهمني نوصل للهدف بتاعنا ان اليمن نشوفه في طولة اسيا ونستمتع به ونتفرج عليه وهو بيعمل اجمل مباريات مع اقوى المنتخبات في اسيا ان شاء الله فده هدف نخلص من 3 مباراة مكسب ان شاء الله يوصل اليمن لبطولة اسيا وده يبقى الهدف جميل جدا لما لما تلعب ضد منتخب ضعيف وتستسمر الاهداف وتسجل الاهداف انا مبسوط جدا بمنتخب اليمن وان شاء الله متابعكم على طول الجيل ده رائع وانا سعيد جدا انا بحلل مباراة منتخب اليمن لان انا عشت سنة في اليمن كنت مدير فني نادي اهل صنعاء ونادي اهل صنعاء من الاندية اللي لها تاريخ كبير في اليمن وشرفني ان انا كنت عايش في صنعاء وسط شعب جميل وناس طيبة ولاد اصول وحبيبي غلينا علي جدا في اليمن وصنعاء على فكرة من اجمل بلاد العالم والله بلد جميلة 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 ربنا يحفظ اليمن ونطلع على طول كده بعد كل مطش نبارك لكم شكرا